سؤال حلقتنا النهاردة كنا بنتكلم عن إزاي بتتعامل مع والدك والفجوة اللي موجودة بين الأجيال إزاي بقى تعمالة توسع 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 فيه أوقات نقدر نشوف الفجوة دي بين الشباب وبين الأباء وده بيكون ناتج عن غياب لغة الحوار والنقاش والتواصل وكمان اختلاف طريقة الفكرة أو إحنا متخيلين كده عشان كده إحنا النهاردة هنكون بنسأل إزاي نقدر نقلل الفجوة دي وهل مطلوب من الأباء أنهم فعلا يفردوا رأيهم على أولادهم ولو وصلوا لمرحلة الشباب إيه مفهوم الاستقلالية الأسرية اللي دايما الشباب بتتكلم عليها إيه اللي التربية الحديثة خلته أو ضفت له لنا وإيه اللي خدته من سلطات أولياء الأمور أسئلة كثير هنجاوب عليها النهاردة بالتفصيل مع ضفنا في الستوديو الدكتور أحمد علام استشاري العلاقات الأسرية والاجتماعية أهلا وسهلا بحضرتك صباح خيرد وصباح أهلا بحضرتك إحنا أصلا اللي قلناه ده حقيقي يعني هل غياب لغة الحوار والتواصل ده ممكن يكون فعلا من أسباب أن فيه فجوة ولا لأ هي الفجوة نشأت كده من حيث لا نعلم وفجأة بقت موجودة بالفعل لا إحنا طبعا لازم نوضح أولا مفهوم المراهقة علشان نقدر نفاهم الأباء ونفاهم برضو المراهقين اللي بتفرجوا علينا إيه اللي هما بيمروا به مفهوم المراهقة هو عملية تغير ونضغ في المستوى العقلي والجسماني والنفسي والاجتماعي للشاب أو الفتاة يعني هما بيحصل لهم نضغ في أربع حاجات أو تغيرات فيهم حتة الجسماني طبعا الجسم بيختلف وهم كمان بيميروا في هذه الفترة للاهتمام بجسمهم وتفرج وشوف هو ليه كده تخن لا يخص يهتم بحاجة زي كده العقلي هنا بيبتد يتحول من طفل لحاجة تانية بينتقل هو لسه مش راجل أو مش ست بس هو فيه انتقال بحاجة لشخص مزعج آه لشخص آه يعني بينتقل لحاجة لسه في حاجة في النص هي اسمها مرحلة مرحلة انتقالية ثم بيقى عندنا الموضوع النفسي طبعا النفسي بتاعتهم بتختلف تماما والتعامل النفسي معهم بيبقى مختلف النضج الاجتماعي وهو علاقته بالمجتمع اللي حواليه من واحد ماشي وراء أصلته وراء بابا وراء مامته لحد عايز يستقل عايز يبقى عنده يا أصدقاء هم دول اللي بيحور حياته فبالتالي هنا عندنا أربع تغيرات بيحصلوا في مرحلتين مرحلة من أول البلوغ الجنسي للشابة أو الفتاة حتى سن 15 سنة ودي في حد ذاتها مرحلة خلي بقى المرحلة الأقوى هي من 15 سنة لحد سن الرجل إن كان 18 وفيه ناس بتوصلها لواحد وعشرين هنا بيحصل برضو تغيرات أخرى أكثر حدة من هذه التغيرات وقائم على التربية بقى اللي احنا بنربيها هي اللي هتخلي حدة التغيرات كبيرة أو صغيرة فبالتالي ده كده مفهوم المراقع عشان نبقى فاهمين الأباء والأمهات والمراقين نفسهم يفهموا نفسهم إن انت عندك حدة تغيرات كبيرة بتحصل والأباء والأمهات ما يتخضوش إن أنا عندي لا هو ده وضع طبيعي بعض العلماء لما بيجوا بيتكلموا في هذا الموضوع سموها يقولك ما تنزعكش قوي عشان هي مرحلة بس هي في الواقع هي فيها إزعاك لأنها مرحلة طويلة ومرحلة صعبة يعني لما نقول مثلا من سن 10 أو 11 أو 9 سنوات لحد 21 سنة أو 18 سنة فما أقدرش تسميها مرحلة وتعدي لا ده موضوع كبير وتغيرات ابني اللي كان صغير بقول له اسمع الكلام ما تروحش أنا أعمل كذا أصبح في حاجة متغيرة أو في حالة متغيرة أنا ما كنتش عارفه من قبل طيب دكتور رحمد وحنا متكلم عن صراع الأجيال والفجوة ما بين الأباء والأبناء كنا لسه قبل الفقرة هلتون من دردش مع حضرتك كده فقلت لك المشكلة أن الفجوة دلوقتي ما بقتش حتى بين الأباء والأبناء بقت بين أبناء الجيل الواحد يعني ممكن دلوقتي اللي عنده 15 سنة واللي عنده 20 أو 22 سنة دي ثقافة ودي ثقافة تانية إيه اللي حصل خلت تغيري يتم بهذه السرعة زمان مثلا والدي من والدي لجدي مثلا كان الاختلاف في الأراء والثقافات بسيط جدا من والدي لي زاد شوية مني لابني زاد أكتر إنما دلوقتي بقت الموضوع بيتم فيه سرعة رهيبة علشان الفجوة التكنولوجية اللي حصلت أو الانتقال التكنولوجية الرهيبة إحنا زمان كنا كلنا زي حاجة بتقول زمان ما موجودين مع التليفزيون المصري بعدد القنوات بتاعته بنتفرج كلنا على مسلسل واحد بنتفرج على برنامج واحد شعار في يوم الجمعة برنامج معين يتلاقيه هو ده اللي مشهور ما بين الناس يعني عالم الحيوانة عالم البحار مش عارف الاسماء اللي احنا عارفينها هتلاقي كل الناس صباح الخير مصر صباح الخير مصر طبعا أكيد أساسي مسلسلات بتيجي ساعة سبعة يقول لك الشهر والدموع مش عارف دموع في عيون واقع عندنا مجموع مسلسلات كلنا استقنا منها الأفكار فبالتالي الفجوة عندنا مش كبيرة جدا والتغارب مش كبير إنما دلوقتي الفجوة التكنولوجية خلت إن كل واحد في عالم قائم بذاته وممكن يكون كل بقى مجموعة مع بعض أنا واصحابي بنتابع حاجة معينة بس حضرتك وأصدقائك بنتابع حاجة أخرى وهكذا مع التصرع التكنولوجي مع العين اللي بقت مفتوحة على حاجات كتير أو انت مش عارف هو فتح عينه على إيه هو شاف أنا طول الوقت كنت بشوف التليفزيون ثم بمجموعة الأصحاب لا هو دلوقتي عمال يشوف حاجات كتيرة جدا يا طرى شاف دي ولا شاف دي اللي مش متابعين ومش مواجبين مش عارفين يتعاملوا معها لأن أنا مش عارف هو بيتعامل إزاي بقى بيفكر الأفكار دي مع أن أنا نفسي كراجل كبير مش مفكر فيها مثلا أو ما جاتش في بالي لأن أنا ثقافتي ما انتقلتش بهذه السرعات اللي هو بينتقد بيها طيب التعامل بيبتدي من وانا بتعامل مع طفل صغير لغاية ما بيوصل للجامعة يعني طريقة التعامل أكيد مختلفة طبعا ولكن أنا كولية أمر أو والدي معايا ده محتاج هو نفسه دعم نفسي عشان يقدر يتحمل هذه التغيرات ويقدر يبقى طول الوقت متبارك أعصابه وطول الوقت عنده ساعة صدر يتحمل التصرفات الطائشة أو اللي من وجهة نظر وبتكون طائشة ومن وجهة نظر اللي بيقوم بيها أنه دي عين العقل وهو ده التصرف هنبتدي بقى نتكلم من أول الكبير نفسه يهدي نفسه إزاي عشان يقدر يتحمل المرحلة اللي قد تكون طويلة زي ما حالك قلت من عمر مثلا تسع ولا عشر سنين لغاية ما بنوصل للجامعة إن كان العلاقات بقت طيبة في مرحلة الجامعة قد تسوق العلاقات جدا بين الأهالي وممكن يفقدوا القدرة على التواصل بين الأهالي وأطفالهم أو أولادهم لأنه ممكن يوصلوا لمرحلة إنهم مش متفقين تماما فيفقدوا التواصل الأصلا تمام أنا لو عندي المشاهد دواتي الكريم اللي بيتفرج علينا أو بيسمعنا هنقول له يعني عشان أسهلوا الموضوع ثلاث حاجات مهمة تخلي بالك منهم وتعملهم وتلاث حاجات مهمة جدا أنت ما تعملهمش في هذه المرحلة أول حاجة التفاهم الإقناع المشاركة ثلاث حاجات بحاول أن أنا أوصلهم أتفاهم مع ابني أعرف دماغه أو بنتي الإقناع حاول إقناعه بالحاجة اللي أنا بعملها أو اللي أنا بطلبها منه ومش المجرد الأمر وخلاص المشاركة أشاركوا اهتماماته وأشاركوا هوايته عشان يبقى قريب مني النهاردة بنطالب الأباء بقى سهل أنه يروح يلعب مع ابن كورة يروح يلعب مع جم الأم ممكن تروح تقمارس مثلا الموسيقى أو التمثيل أو المسرح مع بنتها وجم وكورة والله وجم وكورة وكل الحاجات يعني إذن النهاردة فيه انفتاح أن الأمهات بقيت الفجوة بينهم مش زي الأم بقى بتاعت زمان اللي قاعدة ومستنية بنتها ترجع لأ ممكن تمارس معها كل حاجة ممكن تمت تركب معها العربية ويسمعوا أغاني مع بعض الأب نعمل نفس الكلام نروح مع بعض المسجد نعمل حاجات كثيرة فبالتالي ده اسمه المشاركة هو بيحصل يا دكتور بس للأسف بنسب قليلة جدا خليناه وقيمه ما احنا بنقول لهم ما وانا هقول ايه احنا النهاردة عايزين نقول ان انا ما بعملش ده فاحنا بنقول لك اعمله علشان ده كويس ومش بطلب حاجة مستحيلة انا بطلب شيء واقعي تقدر عليه انا ممكن اقول لك كلام نموزاجي مش هتطبق انا بقول لك حاول تقنعه بالحاجة اللي انت بتعمل حاول تشاركه بعض هواياته او بعض الأوقات مش كل الأوقات لان انت عارف ان الظروف هكذا بختلف هل دائما بيوافق يا دكتور لو خدتوا الحاجة بيحبها قد يدخل في وقت من الأوقات هو بيبقى شايف ان هو عشان كبر او عشان البنت بتبقى شايف انها كبرت فأي حاجة لو قلت لها صباح الخير هي حتاخدها ان لا اشضمنك ان هو صباح الخير هو مش هيبقوا متقبلين الفكرة قد يرفضوا انهم يدخلوك جوة دائرتهم الاجتماعية قد يرفضوا انهم يشتركوا معاك في النشاط عشان كده احنا قلنا في الاول حاجتين قبل المشاركة قلت التفاهم والاخناع بحاول اتفاهم معاهم عشان اوصل للحيط مسئولية الاباء برد اه انا ما قلتش المشاركة اولا ولكن تفاهم اقنعوا بالحاجات دي كلها فهو اذا اقتنعوا وتفاهم هي مراحل بقدر امر بيها ومعالش ما هم دول ولادنا دول اللي احنا جبناهم للدنيا واحنا مسئولين عنهم فبالتالي هاتعب شوية دول الثلاث حاجات اللي نعملهم عشان يبقوا متابعين معنا ثلاث حاجات ما نعملهمش كثرة اللوم والعتاب النقد غير البناء وانا هقول برضو المعنى ده المقارنة السلبية يعني ايه برضو منتهى للبساطة كثرة اللوم والعتاب مش كل حاجة انت عملتوا ساتمها هو هيغلط هيعمل حاجات غريبة وحاجات جديدة فبالتالي فوت حاجات وامقول كثرت يعني ايه يبقى فيه لوم وعتاب بس نفوت شوية النقد غير البناء اننا طول الوقت كلمة بقى انت ما بتعرفش حاجة انت ولا حاجة انت ما تستهلش اللي هي ما فيهاش حاجة تبنيه انا ممكن اقوله انت غلطان في كذا اعمل كذا ده يبقى اسمه نقد بناء انما نقد غير بناء اللي هو اهانة او تقليل منه دون اي طائل الحاجة التالتة وهي المقارنة السلبية بمعنى اننا اقارنه بحد اخر بحيث اننا اطلعه هو اللي وحش يعني شفت صاحبك او اخوك كذا كذا احسن منك في كذا طبما كل واحد ليه قدرات وليه اختلافات مع هذه المراحل مش هيقدروا تحكموا في اعصابهم اوات هيخرجوا عن السيطرة اوات مش هيبقى عندهم السبات اللي انفعل اولاد الاوات لانهم عندهم ضغوط برضو في الحياة اخرى ولكن يعني نحط الحاجات دي كأنها دستور ماشيين بي او قانون لما هنخرج شوية عنه ما يبقاش هو السائد ان انا بخرج لا هو السائد الحاجات دي مع الحب والاحتواء طبعا اللي هو اللي الابن او البنت محتاجا لهم جدا في الفترة دي ثم لو خرقت بقى شوية عن شعور بتاع ما وطبيعي ما احنا مش هنقدر نقول ان احنا يعني نلاقيك عشان كده احنا نزلنا الشارع وسألنا الناس سألنا الشباب والبنات عن لغة التواصل والتفاهم بينهم وبين الاباء وازاي بيتم استيعاب وجهات نظر الابناء من قبل الاباء خلوا نشوف الناس قالوا كل زمن وليه ظروفه نتيجة التغيرات اللي بتحصل للمجتمع من عصر للتاني وده طبعا بيأثر على الاسرة وعلى تحديدا علاقة الاب بابنائه عشان كده بنقول احيانا فيه فجوة بين الاجيال بنشوفها فيه اختلاف وجهات النظر وساعات كمان الاراء تعالوا نسأل النهارده الشباب ايه الخلافات اللي بتحصل مع اباءهم وبيتصرفوا معها زي قولي ايه الاشكاليات اللي بتحصل ما بينك وما بين ولد يعني مش اشكاليات قوي بس عشان اختلاف فرق السن فأكيد التفكير بيق من مختلف فيه خلافات كتير بتحصل بس فيه خلاف كان حصل برضه وانا كنت اقدم سنوية انا كنت عايز اخشي مع درسة سنوية وانا زي دخلني السنوية تانية اختلاف الاعمار بيفرق ما بيعجبوش افكاري في حاجة خالص كل ما اقترح عليه مثلا مشروع لا ما يعجبوش المشروع ده عاوز مشروع غيره طب الجامعة دي لا مش حابب الجامعة دي انا عاوز اتخل كزا ما فيش حاجة بتعجبوه خالص بيعترضوا على حاجات الشباب مش شافها صحي بالنسبة لهم لكن هو بالنسبة لهم الصحي يعني لو ما ينفعش تخرج الواحدك ما ينفعش تعملي حاجة مثلا احنا رفضينها انا وماما هو مش اختلاف وجهات النظر هو خايف عليا بس بتفرق في الطريقة اللي بيعبر بيها فيه قبي بيعبر بطريقة اوبر قوي اللي هو يحسس الابن انه هو ايه مش بيحبه بس ده حب زيادة امتى جالك اول استدعاء وليه امر كنت في ابتدائي كنت ببنزل ازوغ من الحصص هو منزل في استعراض رأسي تحت في الحوش هو لحد الوقت ما جاليش لان انا من نوع مسالم قوي في المدرسة يعني ومن نوع ما بحيبش عمل مشاكل اولا كان جالي في تاني اعداد كنت بسكنة مشكلة كده انا هو واحد صاحبي بس جالس لأول امر ما تضغطوش لابن انا سألتوا الاول ايه اللي حصل قال لي مفيش يا ماما بس انا هو واحد صاحبي تخليقنا مع بعض فبعتولي كان في تاني اعدادي بسبب ان مدرس طلب مني حاجات وانا ما كانتش معاي او كنت نسيتها في البيت فشد معاي في الكلام فانا برضو سبته مشيت عشان ما بحبش حد غلط فيه لا ولا مره صراح لا ولا مره لا دي كانت بلاوي انا ما كنتش باستكلف مكان واحد في فصل يعني انا في السنة ممكن اطلع خمس ست فصول تكر ليه بيبقى فيه خلافات ما بين الشباب ووالده عشان اختلاف الاجال برضو كل واحد وجهت نظره وبالسن فرق السنة برضو من الاباء والابناء كل واحد عارف بقى مصلحة التاني لهم فكرة ولفه كتير يعني عارفين الدنيا احسن مننا احنا كابناء لسه صغيرين كفكرة هما بينصحونا بس احنا بابا صعب بيبقى شايف حاجات على المدى البعيد انا بحس ان هو بمعني من حاجة بحبة بس لما جيت كبيرت اتأكدت ان هو صح في كل حاجة هلما شايفت نفسه صح بيدي الكلام ده لابنه عشان عايز ابنه بقى طلع احسن منه الساعات اللي الاباء مش بيحسوا بالاسترس على الشباب تفهم مواصل ونفس الفكرة برضو الشباب مش بيبقوا فهمين الاباء اللي هما بيبقوا خايفين عليهم هما عندهم الخبرة كافية يعني الصح والاكيد هو بالولدين احسانا لازم تسمع كلام والتك او والتدك في اي حاجة بعض الاباء في المجتمع بنشوفهم بيخططوا لأولادهم وبيحاولوا يسبغوا شخصيتهم عليهم احنا شفنا ده في التقرير وشفنا تعليق الشباب وشفنا تعليق بعض الاهالي كلهم بلاستثناء عندهم الفجو كلهم محدش قال ان مفيش مشاكل واحنا متفاهمين مع بعض لا بس في بنوت قالت عندهم خبرة حياتية اه مهم في بعضهم قالوا في كمان شابين قالوا برضو حتة ان احنا لازم نؤمن بان هما نظرتهم اكتر من كترة الخبرة بتاعتهم ولكن هو في الاخر بيقولك ان احنا دايما كلهم في الاسئلة اللي في الاول عندهم الفجوة مازالت موجودة حتى لو هما مقتنعين ان هما شايفين افضل ودوت اللي احنا بنتكلم عليه يعني هنا ده التقرير مفيش ولا واحد وكل حد من دول اكيد بيمثل يعني الاف من الشباب لان احنا عندنا كل واحد هيظهر عندي في التقرير هو مش هيكون بيمثل نفسه بس ولكن هيمثل العديد والعديد من الشباب والشابات فبالتالي هنا احنا شايفين ما زلنا حتة الفجوة احنا هنا برضو عايزين نقول للأباء ونقول للأبناء فيه عندني عندي تلات شخصيات مزعجة بيمر بيها المراهق طول الوقت وهو في فترة المراهقة شخصية المتمردة هيتمرت شوية هيبقى تليب شوية متمردة وشوية كويس ولكن انا بتكلم على الإزعاج بيقام الشخصية المتمردة الشخصية العنيدة الشخصية اللي هي بتميل لفرض رأيها عايز يزبط رأي وعايز يزبط ان انا فاهم ان انا كبير ان انا خلاص بحنا نقول بقى عنده نمو عقلي ان انا مختلفت عن الفترة اللي قبل كده دور الشخصيات المزعجة لو عرفت ان انا اسيبه شوية نسيبه شوية يعمل شوية حاجات من اللي هو بيقول عليها مش كل الحاجات خطر مش كل الحاجات هتؤدي بيه إلى التهلكة او بيها إلى التهلكة والله كلها خطر يعني لو حد يحب يجرب حاجة عديدة لما يضيع وقت ويضيع تمرين ولا يضيع يضيع مرة والمدارب خليه في مرة يهزقوا او ما ينزلوش مثلا المباراة يتأخر في ترتيب دراسي اصلا بيبص كده غير المتفوقين اللي مش خطر الحاجة اللي فيها حتة خطورة انا هقف لها بالمرصاد واحاول بكل الطرق ولكن لما سيبه يجرب حاجة عايز يجرب ان هو يروح المكان الفراني مع اصحابه وانا شايفه لا خليه يروح معه خليه يشوف الدنيا فيها ايه طب اتأخر في حاجة خلي المدرب هو اللي يقوم بالواجب معاه او يلايا اصدقائه خليه مرة ما يعملش الواجب مع المدرسة في الفصل يبقى السنة مش هسيبه بقى انه هو ما يذكرش وما يهتمش بنفسه وكلام ده كله خليه مرة ينزل مبهدر في بعض الامور اللي نتأكد تماما انه هو لما هيعملها من خلال تربيتنا السابق لي ومن خلال اقرانه اللي موجودين عليه معاه يعني هيرجع لنا وهو مدرك انه هو كان في خطأ حتى لما اعترفش بدأه فبالتالي ده طبيعي انما لو انا مثلا في البيئة كلها كلهم مش مهتمين بنفسهم مش مهتمين بنفسهم فبالتالي هو مش هيدرك انه هو على خطأ فهنا احنا عايزين نتكلم ان احنا نسيبه شوية مفيش مشكلة يعني يجرب بعض الامور اللي مش خطر عليه او اللي مش هتعمله مشكل طيب سريعا يا دكتور ده بالنسبة الفئات العمرية احنا اتكلمنا الحد اللي مراهقين لحد عشرين اثنين وعشرين سنة اه الفترة المرحلة العمرية اللي بعد كده هل بيكون فيها فجوة برده حتى لو فيها فجوة هو خلاص انا مفيش اي سيطرة انا مفيش بكلمش في التربية بقى دلوقتي خلاص انا باتكلم انه هو هياخد داخل الناس مش تربية لكن خلاص الفجوة هتتسع فهو لا يسمع كلام والده ولا والده ينصحه لا طبعا ينصحه اي حد لما شوف حد خطأ قبل في الفترة اللي فات لو انا عرفت اوصله هيستمع اليه لانه هو بقى ابتدأ مش حكاية بقى بقى بفض رأي مش متمادد هو وصل مرحلة من النطجة كمان هياخد بالرأي بتاعي لو هو شايفه انه هو على صابر طب لو انا افترط ان انا كنت فاشل معاه في المرحلة دي تأكد تماما انه هو هيحاول حتى يعند او حاول يثبت رأيه ويمكن كان جايبين مسلسل قديم لان عايشه جلباب ابي شوفنا محمد كان عامل ازاي دايما هو مش عايز يبقى تحت عبات ابوه حتى لو بيتكلم صح فده عشان كان مبينك ان ابوه طول الوقت كان بيعملوا معاملة قاسية كان المخرج او المؤلف كانوا في دارسين وكان الغرض من هذه المعاملة هي برضو مصلحته كان الغرض مصلحته بس في الاخر هي الفجوة وبالاخر جابوا لك انهم يعني في اخر مشهد او اخر مسلسل اللي هم بقى اصحاب بس ده ممكن ما يدومش برضو منشوفش ايه اللي بيحصل بعد كده فانحاول ان احنا ننجح في هذه المرحلة عشان اللي بعد كده يكون افضل ان شاء الله كل الشكر ليك يا فاند مشرفتنا ونورتنا الدكتور احمد علام استشاري العلاقات الاسرية والاجتماعية شكرا جزيلا يا فاند اهلا وضع